السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميسا عبير سمير بيتجدد لقائتين بطلبة ومعدنا النهاردة مع لسون ثري سل او الخلية اتفقنا ان السل هي اصغر جزء بيكون جسم الكائن الحي بس السل دي لها نوعين في نوع اسمه بلانت سل او الخلية النباتية وهي البلدنج يونت يعني اصغر جزء مكون لجسم النبات والتانية اسمها او الخلية الحيوانية وهي البلدنج يونت او الانيمال لو بصينا في الشكلين بدوع الانيمال والبلانت سل هنلاقي ان في حاجات كامن او مشتركة وموجودة في الاتنين زي الدايرة اللي جواه اللي اسمها نيوكلس وكمان النقاط اللي جواهم اللي اسمهم سايتو بلازم والكافر اللي اسمه السل منبرين ومحاوتهم من بره لكن البلانت سل او الخلية اللي موجودة في جسم النبات متميزة بحاجتين مش موجودين في الانيمال سل الكلوروبلاست او الجرين بلاستيد البلاستيدات الخضراء وكمان الكافر الزيادة اللي بيحوطها من بره اللي اسمه سل وول اول حاجة الفانكشن او الوظيفة بتاعة النيوكلس هي بتعمل ايه؟ هي عاملة زي المدير كده هي بتعمل او بتنظم كل البيولوجيكال اوبراشن يعني كل الفايتال بروسس او كل العمليات الحيوية اللي السل المفروض تقوم بيها بتنظمها النيوكلس دي عمليات مهمة زي التغذية زي كل ده بتنظمه وكمان هي مسؤولة عن السل وانقصام الخلية عشان عددها يكتر السايتوبلازم بقى هو عبارة عن الليكويد او السيل اللي موجود كل الكمبوننت او مكونات الخلية يعني موجودة جواه وكل البيولوجيكال او العمليات الحيوية اللي تكلمنا عليها من شوية بتحصل فين في السايتوبلازم اما بقى البلازما ميمبرين عاملة زي البوابة هي بتعمل بتتحكم في المواد اللي بتدخل الخلية او بتخرج منها اتفقنا كمان ان في حاجتين بيميزوا البلانت سل وموجودين فيها مش موجودين في الانيمال سل اولهم السل وول الكافر الزيادة اللي موجود من بره في البلانت سل وده يعني بيديها شكل منتظم ومحدد كأنه شكل هندسي كده كأنها مرسومة ورسمة مصطرة مش موجود في الانيمال سل عشان كده الانيمال سل has no definite shape او ملهاش شكل محدد كأنه مرسوم بمصطرة كده لان ما عندها السل وول فيها كمان الكلوروبلاست وده ما قال لمسؤول عن عملية مهمة قوي البلانت بيقوم بيها اسمها photosynthesis process او عملية البناء الضوئي اللي هنشرحها بالتفصيل في lesson 4 بإذن الله وده المسؤولة ان البلانت can make their own food او يقدر يقوم بصنع غزائه بنفسه وده برضه في الانيمال سل مش موجودة لازم نعرف دلوقتي ان living organisms او الكائنات الحية فيها نوعين في نوع اسمه multi cellular living organisms او كائنات متعددي الخلايا بمعنى ان البضي او الجسم بتاحهم consist of more than one cell بيتكون من اكتر من خلية زي الانيمالز مثلا والبلانت النوع التاني اسمه او كائنات وحيدة الخلية يعني البضي او الجسم بتاحها consist of only one cell بيتكون من خلية واحدة وبس زي البكتوريا وكمان اليست اللي هي الخميرة وزي ما احنا ملاحظين ان جسم اليست او الخميرة بيتكون من ايه مع انها سل واحدة وبس فيها نيوكلوس وفيها بلازما ميمبرين وفيها سيل وول وفيها سايتو بلازم يعني كل حاجة تخليها تقوم بكل الوظائف بالخلية الواحدة دي دلوقتي بقى نتكلم على الايقالة مك امبورتنس فور دي ييست ايه اهمية الاقتصادية للخميرة بنعمل منها ايه طبعا لو ماما بتعمل بيتزا او بتعمل عيش بتبدأ انها تحط في الضف او في العجينة حتة ييست او حتة خميرة بتخلي ريحة المعجنات جميلة وكمان مستوية وكمان لها طعم لذيذ وجميل يبقى إن ميكينج براد في صناعة الخبز وكمان إن ميكينج القحول وبكده كمان نكون خلصنا مع بعض ويهو السل من منهج ساينس ساكن تيرم لبرايمري فور هنتظر تعليقاتكم واسئلتكم واقترحتكم في تعليق تحت الفيديو ده في قناة اليوتيوب قناة ميسيز عابير مع تحيات ميس عابير سامير ودلوقتي معاق مسابقتنا 1. Each system is consist of many space 2. Space is responsible for cell division in the cell 3. The stomach is a or an space 4. All the following are found in the animal cell except 5. Space controls the substances entering and leaving the cell 4. The ac после 5. Blo pubs 5. Lo pubs 6. ward 1. 10. 0. 5.